فيما يتعلق بالاجتماع الذي يعقد في النقب وهو بوجود وزير خارجية الولايات المتحدة في هذا اللقاء وبالتأكيد بوجود الولايات المتحدة وهي شريك لبقية الأطراف الحضرة ودولة لها طبعا مكانتها على الساحة الدولية ومن هنا كان الحديث أيضا والاهتمام للقضايا الأخرى ذات الاهتمام للجانب العربي والمتصلة بالمفاوضات الجارية في فيينا اتصالا بالملف النووي الإيراني التطورات بالتأكيد الخاصة بالأزمة الأوكرانية والصراع العسكري الدائر الأوضاع الاقتصادية العالمية والضغوط التي تولدت سواء فيما يتعلق بالكوفيد والتي تفاقمت مع أزمة الأوضاع في أوكرانيا وتأثيرها على الدول العربية في الإطار الاقتصادي في إطار الأمن الغذائي في التضخم والضغوط التي تواجه كثير من دول العالم ومنها الدول العربية اتصالا بهذه الأزمة والدور التي تطلع به الولايات المتحدة في إطار الشراكة القائمة مع دول المنطقة للتعامل مع هذه التحديات ده بالتأكيد كان أيضا من الموضوعات الرئيسية اللي كانت محل بحس